اشتركوا في القناة في سباق 3000 متر موانع برسم بطولة العالم لالعاب القوة وانهى البقالي السباق في زمن 8 دقائق وخمسة ثواني و53 اجزاء من المئة متقدما على الاسيوبي لميش غرمة الذي حصد فضية والكيني ابراهام الذي احرز البرونزية وكان البقالي بطلا للنسخة المواضية من بطولة العالم لالعاب القوة حاصلا على الزهبية كما زفر بزهبية 3000 متر موانع في أولمبياد توكيو 2020 حقق البطل المغربي سفيان البقالي زهبية سباق 3000 متر موانع اليوم السلساء في بطولة العالم لالعاب القوة أعزائي المتابعين كده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله